مع استمرار الأزمة الاقتصادية في لبنان وعدم تعافي القطاع المصرفي تزداد عمليات الصرف من الخدمة وإغلاق المزيد من فروع المصارف التجارية بعد أن انخفض عددها من 1058 فرعاً في العام 2019 إلى 737 فرعاً في تموز 2023 بحسب أرقام جمعيات المصارف ليتراجع معها عدد العاملين في القطاع المصرفي من 26 ألف موظف إلى نحو 14600 موظف يعني القطاع المصرفي من معظم حجم أعماله توقف وبالتالي صار عم بيقلص حجمه وإنفلاشه يلي كان قبل 2019 بعض المصارف قلصت فروعها بالخارج باعت فروعها بالخارج وكان بهدف زيادة ملائتها وتعزيز رسميلها بالداخل وهذا أمر يعني فينا نحطه بتحت خانة يعني إعادة تموضعها بالسوق اللبنانية ومصارف أخرى وهي الغالبية أقفلت فروع بالداخل هذا الشي كان لحصر نفقاتها التشغيلية بما أنها صارت إيراداتها أقل كثير من نفقاتها وبالتالي جرى بتصرف الموظفين أكثر من 40% من العاملين في القطاع المصرفة توقفوا عن العمل ولكن اللي عم تعملوا المصارف أنه عم تخفف من نفقاتها التشغيلية عم بتزيد الرسوم واليعني فينا نسميها عمولات غير قانونية وغير منصفة بحق الموضعين كافة الموضعين بما فيهم المحتجز ودائعون ومؤخرا ومع انخفاض حجم الأرباح أغلقت مصارف فروعها وتحديدا في مناطق عكار والبقاع الشمالي ومدينة صورة وانعكس ذلك سلبا على الموظفين الذين يضطرون إلى قطع مسافات طويلة لتقاضي أجورهم فتقليص حجم القطاع المصرفي يبقى مرتبطا بإقرار قانون إعادة هيكلة المصارف بهدف تنظيمها وزيادة رأس مالها أو خروج المتعثرة منها من السوق المصارف يحبوا يسمعونا أنه نحن بدأنا إعادة الهيكلة بالواقع لا إعادة الهيكلة إلى دخل برأس مال المصارف رغم التدني بالمصارف التشغيلية المتعمد ولكن رأس مال المصارف بعده شبه سلبي ومدام الرأس ما بياخدوا إجراءات جدية لرسملة أو إعادة تكوين رأس مال إيجابي حتى يساعدهم بخدمة الاقتصاد يعني أن يوم المصارف ما متدين استملاك هاوس بيت كمان صار شبه مستحيل إعادة الثقة ما بتجي بالقانون بدأ تجي بالعمل وبالأفعال وبالمبادرة الطيبة الإيجابية تواصل المنتج والإيجابي باعتقد هو الممر الإلزامي لإعادة ترميم الثقة بين المصارف والمجتمع اللبناني مؤسسات وأفراد يشار إلى أن عدد المصارف العاملة في لبنان يبلغ 65 مصرفاً منها 16 مصرف أعمال في حين هناك 18 مصرفاً لبنانياً منتشراً خارج البلاد إلا أنه حتى اللحظة لم يسجل إقفال أي مصرف أو أعلان إفلاسه رسمياً أمام المحاكم أو أمام مصرف لبنان مع انحصار حجم القطاع المصرفي يسلك الاقتصاد النقدي مساراً معاكساً فهو آخذ في التوسع والانتشار من خلال شركات تحويل الأموال خارج نطاق المؤسسات الرقابية فلا مجال للنمو إلا من خلال قطاع مصرفي قوي يشرع بالإصلاحات لاستعادة الثقة به من جديد إلين أمرات سي أن بي سي عربية بيروت